أهلا بكم أعزائنا المشاهدين وهكذا مصر بعدما أخذنا معلومات من الكنز الطيب المبارك الذي كان يتكلم عن الطب والعضلات والعزام ننتقل للفقرة الثانية مع معالي المستشار عمر محمد أحمد محمد المستشار المالي والخبير الاقتصادي وعضو سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين بوزارة المالية والباحث في الاقتصاد الدولي وأمين صندوق تحية أمين صندوق حزب حماية الموطن عفوا أهلا بكم أعزائنا المشاهدين أهلا بكم أعزائنا يا فندي ما هو الموقف السياسي لدى المالية المصرية طب عاوز يعني أبدأ الحلقة بما انتهى إليه الزميل الفضل اللي كان هنا الدكتور جمال نحن نبدأ من حيث انتهى الأخرون يعني الدولة المصرية بتبدأ من حيث انتهى الأخرون إحنا حققنا معدل نمو إحنا يعني برضو عشان إيه الناس بتتكلم في معدل نمو إيه خمسة وستة من عشر لا دا العالم كله بيتراوح ما بين اتنين وثلاثة من عشر معدلات النمو إحنا كان عندنا مشكلة خطيرة جدا والمشكلة دية هي عجز الموازن وعندنا مشاكل متركمة أنا دايما بقول نقطة ومن أول السطر يعني النهاردة البنية التحتية للدولة المصرية هي تكفي 30 مليون و40 مليون والدليل على كلامي دا لو أنت شفت قطاع التعليم والصحة تمام يعني أنت النهاردة في الصحة والتعليم بالسبب ما فيه أنت شغال على 6% وأنا برضو بقول نقطة ومن أول السطر أنا مش هقول إن إحنا كان عندنا يعني 6% دول أجود الأراضي الزراعية في العالم إحنا بورناها ومش عاوز أخش في تفاصيل لكن أقول إن اللي اتحقق دلوقتي إحنا عاوزين يعني أده 10 مرات هل كانت مصر الخاصر الوحيد في مشكلة تعويم الجنيه لأن فيه أسباب كتير أقول لك مثلا إيه الناس الفقراء أو إحنا بنقول عليهم فقراء أقول لك تعويم الجنيه جاء على دماغنا في الشركات في الشغل يعني مثلا 100 جنيه بقت زي 50 قرش دلوقتي أو زي جنيه من الخاصر الأكبر في الموضوع نفسه والله إحنا كذبانين يعني إحنا كذبانين يعني الدولة المصرية هي الكذبان وأنا هقول لسيادتك على حاجة نتكلم برضو بمنطقة المساطة إن المجتمع الدولي تغير وإنت جزء من العالم وصورة صلاة الهائلة خلت العالم قرية صغيرة إنت كان عندك قبل نهار للتحاد سوفيتي كان عندك الشراقية وكان عندك نظام اللي هو الرأس مالي الرأس مالي فيه قاعدة دكتور معالي المستشار فيه قاعدة كنت لزمان أردتها لأحد الماليين الكبار العظماء منهم مثلا صلاح جودة رحمة الله عليه فكان بيقولك دخول الرأس المالية لشيء تفسده بص حضرتك هو الاقتصاد الحر مرفيش حاجة اسمها كده إحنا بص يعني أنا مع احترامة وتقديري للدكتور صلاح جودة وأستاذنا برضو لكن لازم نخلينا وقعين إحنا النهاردة يعني الدولة المصرية ده دولة مستهدفة منذ كده وعلى الرغم إن هي مستهدفة لكن هي ودايما أنا بقول هي مناورة العلم والعلماء هي تصدر كل الخير المجتمع الدولي النهاردة أو بعد النهيار التحالي سوفيت والعولمة بيتقولك اللي مش هيشتغل مالوش مكان اللي مش هيعتمد على نفسه مالوش مكان في العالم يعني هما النهاردة يعني الحاجة الغريبة يعني اللي أنا بستغرب له يعني إحنا مش قادرين نستوعب دلوقتي إحنا كنا فين وبين فين إحنا أول مرة إحنا بدأنا مثلا دولة من لا دولة وأصبح دلوقتي عندنا مشروعات قومية لا إحنا عندنا مش مشروعات قومية إحنا عاوزين قد المشروعات القومية ديت عشان نلحق اللي فاتنا كتير جدا ونحصل اللي سباب بس انا عاوز برضو اتطرك لكلمة او اسم البرنامج هكذا مصر قلب ونبض العالم يعني يقولك مصر هي نبض او قلب العروبة النابض لا هي قلب ونبض العالم هي جسد العالم وانا بقول ان المصريين بيغيروا في تركبة العالم كل فترة كل فترة زمنية تحس ان المصريين بيغيروا في تركبة العالم مجينا نتكلم عالطب السيادتك مع المستشار دلوقتي اقولك اول ناس اخترعت الطب الفراعين وعشان كده انا اقول صراعة الحبوب ازاي كنا نحصد الامح اللي اخترعوا فراعنا بس يا سيد محمد مدرسة عظيمة تعلمنا منها الكثير والكثير ولكن احنا عندنا احنا عايزين نطبق الكلام ده نرجع لشوية حضرتك انا هكلمك بمنتهى الامان احنا عندنا احسن مهندس في العالم عندنا احسن طبيب في العالم دا دلوقتي دا دلوقتي الدولة المصرية مازالت بخير لكن احنا مشكلتنا كلها كانت في الستة في المية اللي احنا عادين فيهم حضرتك البنية التحتية هي اللي موجودة في مصر دلوقتي بتساوي مثلا يعني تقدر تقدم عشرين مليون تلاتين مليون بكتير قوي لكن ما تقدرش تقدم المية مليون احنا لازم يعني نتوسع بمعدل الزيادة السكانية ويزيد الكلام ده ما كانش يعني عاوز اقول ايه في السابق حاول الرئيس السادات وعمل مدينة السادات عشان تبقى العاصمة جديدة للمصريين اه من معلشي طعان حديث حضرتك كان حضرتك قلت في مرة ان الستة الولدة رحمة الله عليها رحمة واسعة كانت والدة معالي مستشار عمر دايما تقول هكذا سمعت مرارا تكرارا يا رب سموا مصر يا سيسي سموا العاصمة الإدارية يا سيسي بمصر المحروصة مصر المحروصة هي دايما كانت تقول لي مصر دي ابن ربنا حارس رحمة الله عليها لاني كنت باعد يعني كنا بنعد نتكلم في المشاكل والظروف اللي احنا مرنا بيها فطبعا الفترة لو حضرتكوا تفتكروا النفق المظلم والكوارث اللي حصلت في مصر الكل كان يعتقد ان الشعب المصري مش هتقوم لأمه احنا وانا هقول دي احكاقة للحق شعب المصري ده اعظم شعب في العالم والمفروض ان احنا نفتخر ونعتز بان احنا مصريين والكلام اللي ساتك اصرطته وانا دايما نقول ان الرئيس او الخيارة السياسية استدعت جينات سبع تلف سنة حضارة يعني ايه استدعت جينات سبع تلف سنة حضارة انت النهاردة بتعمل بنية تحتية طيب انا عاوز اخش بس في حتة مهمة انا دلوقتي بعمل بنية تحتي اقتصاديا بص حضرتك معلش سؤالي مع المصرش اقتصاديا انا دلوقتي بقول عندي شبكة طرق عندي كباري عندي منشآت عندي عندي ماذا يعود بكل هذا المشروعات على المواطن المصري او على الدولة المصرية في الوقت الحالي اقتصاديا وعالميا بص حضرتك الاقتصاد البداية فيه البداية فيه الاستقرار الامني والاستقرار السياسي يعني كل التحية والتقدير وانا دايما يعني بسمع حاجة كده كل التحية والتقدير لعزيز انا اقول على واسم لابناء القوات المسلحة والشرطة وفي حاجة بتتقال كده بيقولك الجيش والشعب ما فيش حاجة اسمها الجيش والشعب هو الجيش والشعب جيش مصر هو شعب مصر وده تلاحظه في 30 يونيو يعني التحول الشعب المصري بالكامل الى جيش هو كان ناقص ان احنا كنا نلبس سطرات الجيش قبل ان نفوت الكلام وعاوز يعني اقول وبكل فخر وعزة ان اي اي حد يفكر بس يجي جنب ارض مصر بمكروه انا انا قلت الكلمة دي من يقترب يحترك اذا تقدمت لمصر بشر فهي في معية الله وامانه بالزبط كده يعني انا دايما اقول على مصر ايه يقولوا سد النهضة بس انا عاوز ارجع برضو ايه قبل ما اكمل السياق عشان الاصلاح الاقتصادي لان احنا ما جاوبناش على السؤال الاولاني احنا في بداية الاصلاح الاقتصادي احنا كل المشكلة عندنا ان احنا كان تقريبا الاحتياطيات بتاعة الدولة كانت انتهت تماما وما فيش حد كان هيمولك ولا حد كان هيساعدك اتفاعنا لغاية خمسة وستة من عشرة لا لا في ناس كانت بتفكر ان الدولة العربية طبعا احنا جزء من الوطن العربي يعني احنا اللي شايلين الدنيا كلها دلوقتي بقى الوطن العربي وافريكيا واوروبا مصر بتتحمل مسؤولية الدنيا دي كلها حضرتك انت ب مصر عارض سكانها تقريبا ربع سكان الوطن العربي مين اللي كان هيضر يسد الاحتياط بتاعها سواء من النقد الاجنبي او من المواد الغذائية الدولة كانت على شبه الانهيار انت ما فيش طريق قصعدك عشان حد يمولك عشان تعيش يعني في الاول عشان تعيش احنا كنا في دماغنا عشان نوفر الزيت والسكر لا لا كلام كان اكبر من كده لاني انا قلت في بداية الحلقة ان القيادة السياسية عارفة قيمة الشعب المصري وقدرة الشعب المصري ومكانة الشعب المصري ما بين دول العالم احنا لنا تأثير معنوي على جميع شعوب العالم الموضوع كان كده احنا ما روحنا سندوق النادي الدولي في بداية اي اصلاح اقتصادي بيحصل زي اللبن كده فوران الفوران ده حضرتك بيفور بسرعة بيحصل تغير رهيب جدا في الاسعار والتضخم قصص كده في الاخر خالص بيحصل ايه بقى فوران اللبن بعد ما اللبن بيهدى بيهدى احنا دلوقتي في استقرار في الاسعار بل تخطينا المرحلة دية احنا بقى عندنا دلوقتي بدل ما كنا دولة بننفق احنا دولة بنستسمر دلوقتي وخلي بقى حضرتك كل ده في الاصل المواطن البسيط اللي الكل بيتشدك به وهو المواطن البسيط ده ما بتتكلمش بيقوله المواطن البسيط بيقوله المواطن البسيط معلش المواطن البسيط ده هو اللي دفع التمن في ليبيا وسوريا والعراق واليمن المواطن البسيط في مصر هو اللي بيصنع تاريخ مصر دلوقتي هو اللي خلى العالم كله يبص للقيادة المصرية باحترام فاق خلينا نكون منصفين وعندنا امانة حضرتك مصر لديها سروات طائلة طائلة قام الرمال صودة وإزاز ومنجنيز وقبل الزهب من الوحات نعرف إن المواضيع مش مشة كده مشة على أسس علمي في ناس كانت تيجي إيه تقولك إحنا عاوزين إحنا عندنا رمال وعاوزين نعمل مصانع عندنا حديد وعاوزين نعمل مصانع عندنا منجنيز وعاوزين نعمل مصانع عندنا فسفات عندنا كل حاج طيب المصانع دي كنت هتعملها إزاي من غير طاقة السؤال هنا جاوبني يا حضرتك هتعمل المصانع دي إزاي من غير طاقة هتعمل يعني حضرتك الكهرباء كانت يضوبك مكفية اللي موجود من البنية التحتية كانت تقطع في اليوم خمس ست سبع عشر مرات كنت هتتوسع إزاي أفقيا عشان تعمل لأن حضرتك الكسفات الستة في المية دي عملت لنا مشاكل اقتصادية مشاكل أمنية مشاكل اجتماعية حضرتك على الرغم المشاكل دي إحنا مازال أنا بقول إني أحسن مهندسين مصر وأحسن أطباء في مصر فالفترة دي إنت ما قبل وجود الطاقة وتوفر الطاقة إنت كنت هتعمل المصانع دي إزاي كنت هتعمل الطرق دي إزاي البداية الترتيب كده في المنطقي بعد الاستقرار الأمني والسياسي للاقتصاد طاقة بعد كده طرق شرق دي اسمع شرق أنا دايما أقول عشان أنا مثلا أقول سيادتك أنا مثلا راجل كمسلا راجل منتج وعندي مصنع فأنا عايز أوصل للمصنع بتاعي مثلا فليكن من المنوفية مثلا عايز أوصل للمصنع من المنوفية لغاية مدينة السدادة ما عنديش طريق يبقى أنا كده عملت طريق يسهل لي الوصول للمصنع أنا هقول لي سيادتك بعد كده الحاجة التانية بعد كده الطاقة أهم حاجة الطاقة أهم حاجة أهم من الطرق الطاقة أهم من الطرق الطاقة طبعا يعني أنا بالله عليك أنا النهاردة هعمل مليون طب هل أنا عندي سياطة المستشار بالصفة إن انت خبير مالي ولكن أنا حبيبت الطاقة أهم من الطرق طب ما هو أنا دلوقتي مش أهم من الطرق يعني انت ما ينفعش تعمل طرق وانت ما عندكش طرق انت هتعمل طرق لمد ايه يعني المكان ده اللي انت هتروحه ده من غير طاقة أو انت هتعمل هل.. لدي طاقة ومعندي طرق ومعندي طرق ومعندي طرق أو عندي واحدة ومعنديش التاني هتستسمر يفهله هتستسمر احنا النهاردة ما حدش عارف طب هو في حاجة بسمحها تكرار كل شوية بسمحها يقولك ايه الكهرباء غليت الفطير غليت صحيح اللي كله 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 الكماشن ده على بعضه يقولك ايه كل ده غلي طب احنا نعمل ايه في الغلاق هو حنة كان قبل كده كان كويس لا طبعا يعني حنة قبل ما يحصل التطوير ده ما كان كل حاجة غالية برضه على حسب مستوى الدخل لكن المؤشرات مش هقول اللي بتقولها الدولة المصرية ولا الحكومة المصرية المؤسسات العالمية كلها بتقول ان هيبقى اعلى متوسط دخل للفرد في منطقة الشرق الاوسط وافريكيا هتبقى مصر يعني مصر كده ان شاء الله هتدخل انفتاح ماليا انفتاح ماليا وعالميا وخصصاديا على مستوى العالم كله بص حضرتك انت عارف ان الدولة الروسية لها خصصية وهناتكلم بصراحة ما ينافس الولايات المتحدة الامريكية في التكنولوجيا هي روسيا وما زالت روسيا وفي صناعة السلاح طبعا السلاح مش السلاح بس حاجات كتير جد يعني اللي بيمتلك التكنولوجيا في العالم وفي الاعلام وفي الصحافة وفي كل شيء روسيا سابقة عصر دي لي اول مرة تحصل ان روسيا تعمل منطقة اقتصادية في مصر شوف حضرتك انا في مفارقات يعني غريبة يعني ده الدلالة بتاعته ايه خلي بالكوا يا مصريين ان الدولة المصرية ده دولة مستهدافة الفترة اللي جاية ديت يعني نخلي بالنا محدش يقول كلام كده لازم زي ما الرئيس قالك اما تيجي تكلمنا في موضوع لازم تكون مهمي به تماما دراسة تحليليه هو دلوقتي يقول لك ايه مصر مثلا هما جات مصر في الحروب والجيوش النظامية لقوا مصر فوق القمة جات مصر في الحروب المعلوماتية والمخابراتية لقوا مصر فوق القمة فهو دلوقتي بيصدر لك مشاكل اللي هي مشاكل الشائعات ويقول لك ايه حق الاقتصاد للمصر هيوعة لا بس احنا بقى عندنا هزبت وعي انا عايز ما اعرف انسيادتك بصفتك راجل خبير مالي اقتصادي وانت تاجا نحملك على رؤوسنا اقتصاد مصر هل سيأتي يوم الايام يضاهي الدولار الامريكي والاسترلين والين لا لا صعب لا لا مش كده هو نظام العالمي دلوقتي عشان نكون صدق احنا بنترح واقع امريكا مهمين على العالم الوحدة النقد اللي مرتبطة بتبادل السلع والخدمات ما بين الدول العالمية ما بين الدول العالم هي الدولار ما حد تسسأل ليه هقولك ليه فبرا لان امريكا بعد الحرب العالمية التانية هي ما دخلتش الحرب عاكمان ما دخلتهاش خالص ما دخلتش اه اه هي كل ما في الامر رمج كنبلها ومشت امريكا مدينة اوروبا بالكامل بتكليف الحرب سواء من الغذاء والتسليح بعد ما الحرب انتهت ما كانش فيها الا امريكا بس امريكا هي اللي عملت صندوق النادي الدولي واكبر مساهم ليه هي اللي عملت المؤسسات الدولية هي اكبر مساهم في الامم المتحدة فكل العالم بيدين امريكا النهاردة الاتحاد الاوروبي بيحاول يخرج من العباء يعني الهيمانة الامريكية الهيمانة والسيطرة الامريكية النهاردة هتلاقي مثلا حولفاء بيتناحروا من اجل المصلحة وانا قلت الكلام دوت قلت ان المانيا وفرنسا ملهمش طريق تاني غير روسيا عشان الغاز برضو الاقتصاد عشان الغاز اما مصر بقى اكتشفت الغاز غيرت في الاستراتيجية وفكرة دول الاوروبي لا ده مصر دي دولة مهمة ولازم نجري عليها حضرتك النهاردة بيتصدر المشهد عن الوطن العربي وافريكيا من مصر عشان هي القوة العظمى اعتبر في الشرق الاوسط هي القوة مش قوة مش قوة اسكرية لا قوة عقلية قوة اقتصادية بلد الرئيس السيسي حفظ الله حافظ على البلد عزيز مصر انا دايما بقول عليه انه عزيز وعظيمة مصر السيد الرئيس عفتاح السيسي ربني احفظه حافظ على البلد فالناس لما جات بقى تقولك ايه الحق ده بشتري طيران احنا نقصين طيران انا بس اعوز على حاجة كده ايه تعليق على الناس اللي هي بتتكلم مرارا وتكرارا يقولك ايه الحق الرئيس اشتري طيران حضرتك انا الرئيس السيسي قال كلمة ولازم الناس دي تخب بالها يعني قالك قبل 2011 ما كانش حد يفكر انه يعمل حاجة في نهر النيل موضوع السد وانا بتأكد ان موضوع السد ده هيخلص لان مصر ما تملكه من قوة معنوي وعسكرية تقدر تخلص كل حاجة دلوقتي بالشعب المصري لانا ما بقولش الجيش المصري بقول الشعب المصري ما انا لما اقول الشعب بسيادة المصطشار اقول الشعب لما جات ثورة الثلاثة عشر يولا اثنين وخمسين اللي سندها الشعب بالزبط كده هو قام بيها الجيش وسندها الشعب ثورة الثلاثين ستة قام بيها الشعب وسندها الجيش انا قلت قبل كده ان الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه رحمة الله عليه ده اضع على الاستعمار في العالم قاد ثورات يعني فتت الاستعمار والنهاردة الاستعمار استعمار العقول وليس الاستعمار الاوطان عشان يأخذ ويحصل على مقدرتك ببلاش مش إحنا بس اللي عندنا فقر ما إحنا عندنا أفريكيا فيها كنوز وفي فقر في دول متقدمة عندها فقر مفيش يعني المدينة الفاضلة دي مش موجودة في العالم لكن إحنا هل إحنا ماشيين في الطريق الصح؟ آه إحنا ماشيين في الطريق الصح يعني لازم نخلي بالن إن إحنا نبدأ من حيث نطال أخرون أنا بعمل مدينة جديدة أعملها أحسن من اللي موجود في أمريكا أنا عاوز كده يعني هي العصمة الإدارية عصمة الإدارية مش العصمة الإدارية بس يا فاندين полوحات ومزارع ومليون ونصف يعني أنت يعني النهاردة النهاردة لازم تعمل كده لو ما عملتش كده أنت مش هبيgence وجود في العالم يعني نقول من كان قوته من فأسه فإن نصوطا هو من رأسه صحيح هو ده صحيح هو ده الي بيحصل حليل مع الاختلاف يعني إحنا النهاردة ماجينا عملنا الصوبات الزراعية دي الصباط دية ده فيه هيبقى فيه فوائد منها فالفوائد ده لازم نصدره ماينفعش ان انت تصدر اللي ما تعرف مواصفات الجودة للدولة اللي انت هتصدر له وكمان يبقى عندي اكتفاق ذاتي بعد كده اصدر انت قريدي عندك اتفاق ذاتي خلي بال حضرتك السيد محمد الناس مش واخد بالها ولا ايه فيه ناس النهاردة بتشتكي تقولك ايه الاسعار انا وجاي الحلقة عشان قدامي قدامي المخرج بقوله قدامي 5 دقائق انا وجاي الحلقة فبتكلم مع واحد قبل ما اوصل مدينة فبكلم وقال لي يا عمي انا مش عايز عمارات ولا عايز كبار ولا عايز تقوله لا ده حاجة مهمة ده رؤية 20-30 يا فني بما هنسكن فين يعني اه هنسكن فين انت عندك كم ولد اللي عنده اربع ولاد وطوله اربع شوء عايز لهم اربع شوء وانت عايز شقة دي كده خمسة طب ما هون لازم انا ابني هل تبا اكيني الاول تقوله لا مش اكلك الاول اعملك استراتيجية وبنها تحتية وبعدين اكلك هل اكلك هو النهاردة ما رأي المستشار عمر الخبير المالو الاقتصادي في رؤية 20-30 دي عاوز اقول يعني احنا ملحمة في الطريق لتنفيذها وهي 20-30 هي دلوقتي موجودة على الارض يعني هي دلوقتي هل ستحقق اهدافها على المدى البعيد؟ قبل 20-30 احنا هنحقق الاكتفاع الزاتي من السلعة الاستراتيجية قبل 20-30 احنا هنعد من دول العالم الاول لان مصر هتبقى يعني يعني مركز اقليمي مش للطاقة بس انا هاول سؤال ونختم به مع المستشار والكبير اه تفضل مركز اقليمي للطاقة مركز اقليمي تجاري مركز اقليمي لتكنولوجيا المعلومات تفضل حضرت ماذا يعني الاقتصاد المصري للدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص مانهم مع العلم ان مثلا العملة العربية في اعلى من الجنيه المصري العدد الدول العربية اقل من العدد المصري بس حضراتك هي الاقتصاد الحر هو ده عرضه طلب النهاردة الدولار كمية الجنيه بترتفع وسر الدولار ليه عشان انت عندك زيادة في الانتاج انت النهاردة اه يعني كأنا راجل مش فاهم انا كأنا راجل مش فاهم اقول ايه هو عوامه الجنيه عوامه الجنيه فغلوا الدولار طب هل هي المعلومة صحيحة لا هو هو اللي حصل ان القيمة الفعلية اللي احنا كنا متأكدين منها كان مش هيزين عن 12 جنيه لكن انت عندك سوء سودا اسمها سوء سودا هي اللي وصلته للمعدلة دي لكن احنا احنا عملنا استغلال امثل للموارد قلت الواردات الحاجات اللي كنا بنستوردها ابتدنا ننتجها وزادت الصدرات بتاعتها فانت العملة يعني مش محتاجها بالحاح زي الاول اه زي الاول اجري انا روح مسلا ادور على الدولار ودور على الين عندك فائد 45 مليار ودي ما حصلتش خالص وفي زمن قياسي هو ده ده الشعب المصري اللي عمل ده خلي بالحضرتك الناس اللي بتتكلم دي الناس دي ما بتعملش حاجة ما بتعملش حاجة حياتها غير بتتكلم لكن انزل انزل شوف المشروعات القومية انزل شوف مستقبل مصر هو في 14 مدينة دلوقتي انا بقول للكيادة السياسية بقول يا رئيس احنا مش محتاجين 14 مدينة احنا محتاجين 400 الف مدينة لا محتاجين على الاقل قد دول 10 مرات في فترة زمنية صغيرة جدا عشان نخرج حضرتك انا والدي كانت عبانة كنت بدور على غرفة عينها مركزة مش لاقي خلي بالحضرتك احنا جينا لقنا البلد كده الكسفات السكانية في الفصول التعليمية تخيل حضرتك 22 مليون طالب في المرحلة لغاية سنة الكسفات السكانية بقت عالية جدا في الفصول يعني انا بتكلم على واقع مين بقى السبب في الواقع ده احنا مش هنحاسب حد دلوقتي احنا لازم نجري وننطالك واحنا فعلا نبدأ من حيث انطال اخرون مفيش حاجة اسمها ننصف حلول احنا نعمل احسن من امريكا وانا متأكد ان المصريين بخير في عندنا كوادر وعقول تقدر تعمل ده وهما دول اللي عملوا 20-30 وهي يعني 20-30 دي قابلة للتعديل والتطوير يعني اي حاجة جديدة هتحصل او اي اكتشاف جديد هتحصل هنتور فيها ان شاء الله مصر عالميا ستقود الاقتصاد ارتفع الاقتصاد المصر عالميا ودولين ولكن احنا بنقول في ظل الصراعات احنا ماشيين كويس جدا جدا ويعني حاجة شخصية بقى بتماننا من ربنا سبحانه وتعالى فعلا ان العاصمة الادارية الجديدة اللي هي العقل الالكتروني مش لمصر انا هقول العقل الالكتروني لمنطقة الشرق الاوسط وافريكيا تبقى المحروسة يبقى اسمها المحروسة لان مصر دايما المحروسة وشكرا نشكر معالي المستشار عمر محمد احمد المستشار المالي والخبير الاقتصادي وعضو سجل المحاسبين والمراجع القانوني بوزارة المالية والبحث في الاقتصاد الدولي وامين صندوق حزب حماية الوطن شكرا فالتحيا مصر وليحيا عزيزها عبدالفتاح السيسي ربنا يا احفر وهكذا مصر انتظرونا في حلقات قادمة ان شاء الله وهكذا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة